بين أسوار الجامعة وقبل أن تتخرج سلمة من كلية الأداب تزوجت عرفياً من صديقها الذي يسبقها في الدراسة بعام والذي لم يكن قادر مادياً على تجهيز شقته وبعد عامين من الزواج فاجأها زوجها بخبر أسعد صدرها وقلبها لأن مشكلتهما قد حلت حيث سيسافر بعد أسبوعين للعمل في الخارج براتب كبير يعود بعدها ليعلن زواجهما احتفل الزوجان معاً في أحد الفنادق بهذه المناسبة السعيدة ولتكون هذه الليلة هي ليلة الوداع الجميلة المليئة بالحب والعاطفة سافر الزوج وبعد شهرين وفيما هي تحمل شهادتها الجامعية في يدها كان الجنين يتحرك في أحشائها بينما الزوج تحلق به الطائرة في طريقه إلى إحدى الدول الخليجية تمر الأيام بطيئة والزوج المسافر لم يرسل عنوانه أو دعوة لتسافر إليه كما وعدها لقد اختفى تماماً حتى أهله لا يعلمون مكانه الأيام تمر والجنين يكبر وبطنها يتمدد والفضيحة باتت مؤكدة ماذا تفعل سلمة؟ لقد أصبحت في موقف لم تفكر فيه إطلاقاً وأصبح الحل الوحيد أمامها حتى لا ينكشف أمرها هو الإجهاد لكن ليس عن طريق الطبيب أو مستشفى حتى لا تسأل عن الزوج أولي الأمر لذلك حاولت إجهاد نفسها من خلال الوصفات الشعبية فأصيبت بنزيف حاد وماتت في بيتها وأمام والديها وإخوتها الذين غابوا عن فكرها لحظة إقدامه على الزواج العرفي لقد أخفت عنهم زواجها وحملها ولكن الآن بعد موتها عرفوا أن ابنتهم قد جلبت لهم العار حتى ولو علموا أنها متزوجة عرفياً وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير يقول الشيخ حازم شمان جاء شاب في الحرم إلى الشيخ الشنقيطي وطلب منه أن يستعين له بأحد من أصدقائه ليتوسط له عند أحد أصحاب الشركات حيث أنه سيتقدم للحصول على وظيفة مطلوبة ويتمنى القبول للعمل بتلك الوظيفة لحاجته الشديدة لها لأنه يريد الزواج والإنفاق فطمأنه الشيخ ووعده بإيجاد واسطة كبيرة له وكما تعود الشيخ الشنقيطي قام في الثلث الأخير من الليل وبعد صلاة قيام الليل ظل يدعو لهذا الشاب وهو يبكي بأن يوفقه الله في الحصول على وظيفة تعينه على صعوبات الحياة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وفي الغد جاء الشاب وسأل الشيخ الشنقيطي إن كان تواصل مع أحد كواسطة لتسيير الحصول على الوظيفة فقال له الشيخ لقد وجدت لك واسطة كبرى فاطمئنه فسأله الشاب هل كلمته بنفسك فقال الشيخ الشنقيطي بالتأكيد سأله الشاب ومن هذا الكبير الذي سيتوسط ليه فقال الشيخ الشنقيطي هو الله فقال الشاب غاضبا أقول لك واسطة وتقول لله فغضب الشيخ الشنقيطي غضبا شديدا وبكى لأن الشاب لم يصل إلى معنى ومفهوم الكلمة ولعدم ثقته بالله بعد قليل تأثر الشاب وندم عن ما قاله للشيخ ثم رجع لصوابه وتاب واستغفر واعتذر للشيخ وأخذ يدعو الله ويلجأ إليه ويتوكل عليه وثقته كبيرة بخالقه ثم ذهب للاختبار وكان لوظيفتين في مكانين مختلفين تقدم الشاب للوظيفة الأولى فلم يتم قبوله لها فلم يتأثر أو يفقد الأمل بالله ثم ذهب مباشرة للوظيفة الثانية فوجد أحد أصدقائه يجلس هناك وكان هذا الصديق هو صاحب الشركة ويعرف هذا الشاب جيدا فقال له إمكانياتك أكبر من أن تكون موظفا وأنا اخترتك لتكون نائبا لي لم يصدق الشاب ما سمعه حيث كان أقصى ما يحلم به هو أن يعمل كموظف في تلك الشركة لذلك رجع الشاب للشيخ الشنقيطي وقال له في سعادة كبيرة نعم أيها الشيخ الجليل الله خير واسطة لمن توكل عليه حق التوكل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا في إحدى المحاكم الألمانية تم استدعاء أحد المقيمين كشاهد للإدلاء بشهادته في قضية وعند الانتهاء من أخذ أقواله في القضية طلب منه أحد أعوان المحكمة أن يقوم بتعبئة استمارة يكتب فيها وقت حضوره وانصرافه من المحكمة ويسجل أيضا كم يبعد بيته عن المحكمة وذلك من أجل تعويضه عن الوقت الذي أنضاه وكذلك لتعويضه عن وقود سيارته الذي استهلكه من أجل الوصول للمحكمة فرح هذا الشاب كثيرا بما حصل عليهم التعويض وفريح أكثر لأنه وجد شيئا يستطيع من خلاله أن يتباهى به على المسلمين يقول هذا الشاب تعجبت من هذه المعاملة الراقية ومنذ ذلك الوقت كنت كثيرا ما أذكر القصة لمن أعرف ومن لا أعرف من المسلمين ولا أفوت مجلسا إلا وذكرت القصة وذلك انبهارا بتلك المعاملة أسن قاصا من شأن المسلمين ظل هذا الشاب على انبهاره بمعاملة الغرب حتى جاء اليوم الذي روى فيه القصة لأحد أصدقائه من المسلمين وكان عالما بأمور دينه وبتفسير آيات القرآن فقال له بهدوء وهل أتى أصدقاؤك الألمان بشيء جديد؟ منذ أكثر من 1400 عام والمسلمون يطبقوا ما تتباهى به عند شهادتهم بالمحاكم ثم سأله هل تعلم يا صديقي ماذا تضمنت أطول آية في القرآن الكريم؟ رد عليه لا أعلم فقال له تضمنت هذه الآية رؤية شاملة ورائعة لكافة التعاملات المالية وتشمل هذا الذي تنبهر به في قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم أي يتحمل بيت مال المسلمين كافة الأضرار التي تقع على الشاهد من مصاريف انتقال الشهود وإقامتهم في غير بلدهم مع تعويض الوقت الذي بدله الشاهد ليدلي بشهادته حتى لا تتأثر عائلاتهم بهذه الخسائر وكذلك حتى يتم إقامة العدل بين الناس يا صديقي كل فضيلة لدى الغرب لا بد أن تجد لها أصلا في الإسلام بل إن الإسلام سبق كل حضارات الأرض في الدعوة إليها من صدق ونظام وإتقان واحترام وعدل وإنصاف وعلم ومعرفة ومساواة وغيرها من القيم عند ذلك بهت الشاب وظل في دهشة لوقت طويل خاصة بعدما علموا بالأدلة والبراهين أن الإسلام سبق كل الحضارات وقتما كانت أوروبا في قمة التخلف إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا شريح القاضي إزدان تاريخ القضاء في الإسلام وامتلأت الكتب ببدائع من مواقف وطرائف شريح القاضي منها أن علي بن أبي طالب افتقد درعا له كانت غالية عليه ثم ما لبث أن وجدها في يد رجل من أهل الذمة يبيعها في سوق الكوفة فلما رآها عرفها وقال هذه درعي سقطت عن جمل لي في ليلة كذا وفي مكان كذا فقال الذمي بل هي درعي وفي يدي يا أمير المؤمنين وبيني وبينك قاضي المسلمين ثم إنهما ذهبا إلى شريح القاضي الذي قال لي علي ما تقول يا أمير المؤمنين فقال لقد وجدت درعي هذه مع هذا الرجل وهي لم تصل إليه لا ببيع ولا بهبة فقال شريح للذمي وما تقول أنت أيها الرجل فقال الدرع درعي وهي في يدي ولا أتهم أمير المؤمنين بالكذب فالتفت شريح إلى علي وقال لا شك عندي في أنك صادق فيما تقوله ولكن لا بد من شاهديني يشهدان على صحة ما ادعيت فقال علي نعم عبدي قنبر وولدي الحسن يشهدان لي فقال شريح ولكن شهادة الإبن لأبيه لا تجوز يا أمير المؤمنين فقال علي يا سبحان الله رجل من أهل الجنة لا تجوز شهادته أما سمعت أن رسول الله قال الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة فقال شريح بلى يا أمير المؤمنين غير أني لا أجيز شهادة الولد لوالده عند ذلك التفت علي إلى الذمي وقال خذها فليس عندي شاهد غيرهما فقال الذمي ولكني أشهد بأن الدرع لك يا أمير المؤمنين ثم أضاف قائلا يا الله أمير المؤمنين يقاضيني أمام قاضيه وقاضيه يقضي لي عليه أشهد أن الدين الذي يأمر بهذا لحق وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اعلم أيها القاضي أن الدرع درع أمير المؤمنين وأنني اتبعت الجيش وهو منطلق إلى صفين فسقطت الدرع عن جمله الذي لونه لون الرمان فأخذتها فقال له علي أما وإنك قد أسلمت فإني وهبتها لك ووهبت لك مع هذا الفرس أيضا ولم يمضي على هذا الحادث زمن طويل حتى شهد الرجل يقاتل الخوارج تحت راية علي بن أبي طالب في يوم نهروان ويمعن في القتال حتى كتبت له الشهادة ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون لم تشفع لهذه الأم عند ولدها آلام الحمل والولادة ولم تشفع لها عنده السنوات التي قضتها في تربيته والليالي الطوال التي سهرتها من أجله حيث كانت جزاؤها ومكافأتها هو القتل على يد هذا الإبن المدمن يقول هذا الإبن المدمن الذي أفقده إدمانه صوابه وجعله يرتكب جريمته الشنعاء بلا وعي أنا نادم ولم أكن في وعي عندما قتلت أمي الترامدول أفقدني عقلي وإنسانيتي هذه الكلمات عبر بها الشاب عن حزنه واستيائه وندمه لقيامه بقتل والدته صاحبة الثمان والخمسين عاما مبينا أنه اعتاد من صغره تناول المواد المخدرة وأنه خرج من التعليم وهو في الصف السادس الابتدائي وعمل سائقا عقب ذلك على سيارة نقل كان يمتلكها ثم تزوج غير أنه انفصل عن زوجته منذ ثلاث سنوات وأضاف أن والدته أدخلته مستشفى الصحة النفسية للعلاج من الإدمان عقب تطليقه لزوجته وظل بالمستشفى نحو خمسة وعشرين يوما وخرج منها ثم ترك العمل كسائق على سيارته وأصبح عاطلا نظرا لمروره بأزمة نفسية وكان جسده يتعرض كل فترة لحالة من التميل والهبوط وأصبح دون عمل وفي صباح يوم الواقعة طلب من أمه نقودا إلا أنها رفضت فحادثت مشادات كلامية بينهما وتركته من مفرده داخل غرفته وذهبت إلى المطبخ لإعداد وجبة الفطور له بعد دقائق معدودة توجه خلفها وطعنها ثلاث طعنات بسلاح أبيض كان بحوزته ولم يتركها حتى فارقت الحياة وتركها غارقة في دمائها وخرج من المنزل في حالة هستيرية ونوبة من البكاء وعقب معرفة الأمر قام بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية معترفا بارتكاب الواقع ومرشدا عن مكان السلاح المستخدم لقد أغواه الشيطان وسيطر على عقله لأنه لم يلتزم بأوامر الله وأعرض عن ذكر ربه فعاش حياة كلها ضنك وحزن مهم وصدق قول الله تعالى فيه وفي أمثاله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى ترجمة نانسي قنقر